بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لحديثنا عن شركة التوصية البسيطة نتحدث عن إدارة شركة التوصية البسيطة وقبل الحديث عن إدارة شركة التوصية البسيطة حب أن أعرّج في عجالة على تكوين شركة التوصية البسيطة فبما أن شركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص فيلزم لتكوينها توافر الأرقان الموضوعية العامة كذلك يلزم توفر الأرقان الموضوعية الخاصة كذلك توفر الأرقان الشكلية وهي الكتابة والشهر وبخصوص شهر شركة التوصية البسيطة فنفس الإجراءات التي تحدثنا عنها في شهر شركة التضامن هي نفس الإجراءات التي يتم اتباعها في شهر شركة التوصية البسيطة لذلك نحيل عليها لعدم التقرار أما بخصوص إدارة شركة التوصية البسيطة فنفس الإجراءات التي سبق وأن تحدثنا عنها في شركة التضامن هي نفس إجراءات إدارة شركة التوصية البسيطة لذلك نحيل إليها لعدم التقرار ولكن هناك خلاف واحد فقط أو مسألة واحدة فقط تختلف فيها إدارة شركة التوصية البسيطة عن إدارة شركة التضامن وهي عدم جواز مشارقة الشريك الموصي في الإدارة والعلة التي منع بها المنظم الشريك الموصي من أن يكون مديرا لشركة التوصية البسيطة هي لكي واحد اعتمادا من الشريك الموصي على مسؤوليته المحدودة بناء عليه فقد يغامر الشريك الموصي بأموال الشركة طمعا منه في تعظيم الأرباح لأن الأرباح زادت فسوف يستفيد هو من هذه الزيادة أما إذا خسرت الشركة فإنه لن يخسر إلا جزء بسيط فقط وهو حصة رأس المال المقدمة منه ولن يسأل في أمواله الخاصة كذلك العلة الثانية التي ساقها المنظم هي لكي لا يعتقد الغير خطأا بأن هذا شريك متضامن مسؤولا عن ديون الشركة والتزاماتها في أمواله الخاصة وقد يكون مثل هذا الشريك الموصي شخص زو سمعة طيبة أو زو ملاءة مالية فيعتمد المتعامل مع الشركة على هذه الصقة ويقبل التعامل مع الشركة بناء على ثقته في هذا الشريك الموصي لذلك منع المنظم الشريك الموصي من أن يكون مديرا للشركة وكما سبق القول فإن رأينا الشخصي في هذه المسألة أن المنظم جانبه الصواب في مثل هذه المسألة حيث أنه سمح للأجنبي الذي هو ليس بشريك ولن يخسر أي شيء إذا غامر بأموال الشركة من أن يكون مديرا للشركة ويمنع ذلك على الشريك الموصي بحجة أنه إذا خسرت الشركة لن يخسر إلا حصته في رأس المال فهو في كل الأحوال خاسر وسوف يكون أحرص من الأجنبي في إدارة الشركة وعدم المغامرة بأموالها لأن الضرر الذي سوف يصيب الشركة سوف يصيبه أيضا كذلك القول بالعلة الثانية وهي منع لكي لا يعتقد الغير خطأا بأن هذا شريك متضامن هذه العلة تتحقق في أعمال الإدارة الخارجية التي يتعامل فيها مع الغير أو مع الجمهور أما بالنسبة لأعمال الإدارة الداخلية فيجوز للشريك الموصي أن يكون مديرا في أعمال الإدارة الداخلية للشركة كمدير شؤون الموظفين أو المخازن أو غير ذلك من الأعمال التي لا يحتكوا بها مع الجمهور بشكل مباشر